بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله جل جلاله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا أسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا مراده من آياته وأن يعيننا على العمل بها وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم ما زال حديثنا حول الآية السابعة من سورة آل عمران الآية العظيمة المباركة التي أخبر الله عز وجل فيها أن آيات القرآن العظيم محكمات وأخر منهم متشابهات روى أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في طريقه ظلَّت ناقته وكان معه أصحابه رضوان الله عليهم وكان أيضا معهم بعض المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر وكان واحدا من هؤلاء المنافقين يسمى زيدٌ القينُقاعي فعندما ظلَّت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عددًا من أصحابه ووجَّههم ليبحثوا عنها فقال هذا الرجل المنافق في مجلسٍ مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان محمدٌ يقول أنه يأتيه خبر السماء ويُخبره عن الساعة وعن الغيب فهل لا أعلمه هذا الوحي عن ناقته التي ظلَّت؟ وهذا الزيب الذي جاء التحذير في هذه الآية منه وأن هذه الفئة فئة أهل النفاق فهم ممن يسلكون هذا المسلك ويتجهون بآيات القرآن نحو هذه الوجهة لأنهم هم في وسط المسلمين ويُظهرون الإسلام ويريدون تشكيك أهل الإسلام في الإسلام فلا بد أن يجدوا مستنداً في هذا التشكيك يعتمدون فيه على الوحي حتى يُقبل مكرهم وكيدهم فهو يطرح أمراً بحيث تكون تلك اليقينية بزعمه أن تلك اليقينية التي أصبحت في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلٌ من ربه حقًّا وصدقًا وأنه لا يقول إلا الحق وأن ما أخبر به عن الأمور الغيبية حق فأراد أن يُشكك في تلك المسلمات فطرح تلك الشُبهة فيقول إن كان محمد يقول أنه يأتيه خبر السماء ويُخبره بالغيب هل لا نزل عليه الوحي وأخبره بمكان دابته بدل أن نتعنى ويبحث كل من الناس في جهة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله فماذا قال لأصحابه وانتبهوا للجواب قال عليه الصلاة والسلام إِنِّي لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا عَلَّمَنِ اللَّهُ بِهِ هذه القاعدة الأولى والأساس الأول أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلٌ من ربه لكنه لا يعلم الغيب فلا يعلم الغيب إلا الله وأن الله يُطلِعه من هذا الغيب بما شاء فهو يُخبر بما أخبر الله فلم يدَّعي لنفسه شيئاً ليس له وأخبر عن الحقيقة إِنِّي لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا عَلَّمَنِ اللَّهُ ثُمَّ إِرْغَامًا لِهَذَا الْمُنَافِقِ وَرَدًّا لِشُبْهَتِهِ وَتَأْكِيدًا أَنَّهُ مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهُ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ قال إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمَنِي بِمَكَانِ نَاخَتِي وَقَدْ حَبَسَتْهَا شَجَرَةٌ بِزِمَامِهَا وَهِي فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا وَصَفَ لَهُمُ الْمَكَانِ وَالْجِهَةِ فَذَهَبَ أَصْحَابُهُ وَجَاءُوا بِهَا وننظر هذا الجواب الذي تضمن على جزئين لما لم يقتصر الجواب على الجزء الثاني وهو أن الله أعلمه بمكانها فيذهب ويأتو القضية الأساس ما هي أن الذي يعلم الغيب هو الله وأن محمد بن عبد الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يعلم الغيب فهذا موقف وهنا ماذا قال الله عز وجل في هذه الآية فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ما هو ضابط الفتنة؟ ذكر الشاطب ضابطٌ عظيم لهذا الأمر وهذا قس عليه كل شيء لتدخله تحت هذا المصطلح بهذا الضابط فما هو الضابط الذي تعرَّف به الفتنة؟ قال بكل اختصار وبكل كلامٍ واضح قال هو الصدُّ عن طاعة الله كلُّ عمل كلُّ قول كل تصرُّف نتيجته صدُّ إنسانٍ عن طاعة الله ماذا يُسمَّى ذلك؟ فتنة هذه هي الفتنة من يعمل عملاً ليصُدَّك عن طاعةٍ لله إذن هو ماذا؟ فتان من قبيله مفتون وفتن فإذن هذا الضابط للفتنة أيضاً عندما الآن هذا نموذج للمنافقين عندما أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم بالتحول بالقبلة من التوجه إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام جاء الذين يستندون على المشتبهات وفي هذه المرَّة من تزعم الأمر؟ الكفار أهل الكتاب اليهود فبدأ الخطاب يدور ثم يُنقل إلى الصحابة لأن المراد من ذلك هدفين أن يُقنِعوا أنفسهم ومن معهم أنهم على حق والأمر الثاني أن يُشكِّكوا أهل الحق فقالوا أليس هذا يدُلُّ على تردُّد وارتياب محمد عليه الصلاة والسلام قالوا هذا العمل يدُل على عدم ثباته وعلى تردُّده وارتباكه فمرةً يوجِّه الناس إلى المسجد الأقصى ثم يرُدُّهم إلى الكعبة فقالوا لو كان مُرسل من عند ربه لدلَّه على القبلة مُباشرة وغفلوا عن تلك الحكم العظيمة الجليلة التي أرادها الله عز وجل من وراء هذا التشريع العظيم والذي مرَّت معنا في سورة البقرة ووقفنا معها وقفةً مُطوَّلة والتي أظهرت لنا من الحكم وأعظمها ذاك الاختبار العظيم لأهل الإيمان حيث يعلمون أن مُقتضى الإيمان هو التسليم لله عز وجل وأن الله هو صاحب الأمر وأما المؤمن فدليلُ إيمانه إن جاءه الأمر من الله قال سمعت وأطع سمعت وأطع فكان ذاك الاختبار العظيم الذي نجح فيه أهل الإيمان وسقط فيه أهل الكفر والنفاق فما علم أن أحدًا من الصحابة رضوان الله عليهم تردَّد في الاستجابة وأولئك ما زادهم الأمر إلا زيغًا وظلالًا وكفرًا ونفاقًا وهذا يعطينا هنا ما هي أهمية بناء النفس على المحكمات وأن المحكمات كما قلنا من خصائصها أنها ماذا؟ أنها تُثبِّت أهل الحق عند ورود الشبهات وأنها تُفنِّد أقوال أهل الباطل عند إثارة الشبهات المحكمات فلما كان الصحابة رضوان الله عليهم تربَّوا على القرآن وربَّاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المحكمات فلذلك عندما ورد من يُثير الشبهة بالمُتشابهات ما أثر ذلك فيهم فثبتُوا على الحق إذن هذا نموذج ثاني وهو كيف كان إثارة الشبهات من أجل ماذا؟ من أجل الزير من أجل الزير وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نموذج ثالث ليس من أهل الكتاب ولا المنافقين ولكن من المشركين أبو عامر الفاسق عبد بن عمر بن النُّعمان كان يُدعى في الجاهلية بأب عامر الراهب وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الفاسق عندما جاء إلى المدينة عليه الصلاة والسلام مهاجرًا ونعلم أنه خرج فارًّا بدينه فجاءه أبو عامر قال يا محمد ما هذا الذي جئت به وخرجت على قومك قال جئت بالحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام فقال له أبو عامر وأنا عليها أي أنه يزعم لنفسه أنه على الملة الحنيفية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذبت لست على الملة الحنيفية فقال أبو عامر للنبي صلى الله عليه وسلم وأنت يا محمد غيرت في ملة إبراهيم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما غيرت بل جئت بها بيضاء نقية فقال أبو عامر معرِّضًا بحال النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج فارًّا بدينه وأصبح غريبًا في بداية أمره أي في بلدٍ غير بلده الذي فيه أهله قال يا محمد من كذب أي الآن هو يدعي لنفسه أنه على الملة الحنيفية وأنه ما غير ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي غير وكذب فقال يا محمد من كذب أماته الله يدعو أماته الله وحيدًا طريدًا غريبًا فهو يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حاله تلك أنه ماذا خرج طريدًا وأنه وحيدًا ليس معه أهله فكأنه يريد له أيضًا الثالثة أن يموت غريبًا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدًا الدعاء يدعو ربه أن نعم من كذب في الادعاء بالنسبة إلى الملة الحنيفية النقية أن الله عز وجل يعامله بهذا الدعاء أن يموت بهذه الأوصافة الثلاثة ثم خرج أبو عامر إلى مكة فعندما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم خرج فارًا إلى الطائف وعندما أسلم قومه خرج فارًا إلى الشام ومات وحيدًا طريدًا غريبًا ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهله المؤمنين وأصحابه تحفه فئات المؤمنين على كثرة عددهم إذن هذه نماذج لأهل الزير نماذج لأهل الزير وكيف يعتمدون على المتشابهات لتحقيق هذا المقصود والاتجاه بهذه المتشابهات نحو هذين الأمرين كما ذكر الله عز وجل فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وابتغاء تأويله هذه الآية الكريمة ذكرت المشكلة وذكرت حل المشكلة ما هي المشكلة؟ اتباع المتشابهات وترك المحكمات والذين يفعلون ذلك فئتين الفئة الأولى أهل الكفر والفئة الثانية أهل النفاق هذا مسلك أهل الكفر ومسلك أهل النفاق ومسلك أهل الكفر كما ذكرنا في سبب النزول نصارى نجران سلك هذا الطريق واليهود في القبلة سلك هذا الطريق وأهل النفاق سلكوا هذا الطريق مراراً ولذلك من لطيف القول ما يذكره ابن القيم رحمة الله عليه يقول كأن القرآن نزل للمنافقين لمعالجة ما يفعلون لأن القرآن بناء للمحكمات حتى إذا ما جاء هؤلاء الذين يثيرون الشبهات فيكون ذاك البناء صداً منيعاً أمام تلك الشبهات التي يثيرها أهل النفاق أو أن القرآن يفند ذلك الباطل الذي جاء به أهل النفاق ويدحضه ويبطله فيقول كأن القرآن نزل للمنافقين للرد عليهم وبيان جرمهم وإجرامهم ويكفي أن الله عز وجل قال هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله لما العدو لما هم العدو لأنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيشون بين أهل الإسلام يحذرون معه في الصلوات عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين كل يوم جمعة إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وانتهى المؤذن من الأذان قبل أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب في الناس يقف ويلتفت إلى أهل المسجد ويقول يا أيها الناس اسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصغوا سمعكم ولا تنشغلوا عنه وبعد أحد وما فعل يوم أن انخذل بثلث الجيش وردهم في ذاك الموقف العصيب بعد المعركة جاء ليكرر نفس الفعل ويقف ليقول قولته فمسك به الصحابة من ثوبه قالوا اجلس يا منافع فإذا هذه فئة تعمل على هذه المتشابهات فهي تعتمد على المتشابهات لا تجمعوا الأدلة كلها لتفهم الحق وإنما تبحث عما يتناسب مع هواها وتتناسب كل الأدلة التي تبين الحق بمجموعه تغفل عنه إذن هذه طريقة أهل النفاق وهذا شأنهم وكذلك أهل الكفر وكذلك أهل الكفر فلذلك هذه الآية الكريمة أخبرت عن المشكلة وأخبرت عن حلها فالمشكلة ما هي فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله هذه المشكلة ابتغاء الفتنة عرفنا طيب ابتغاء تأويله التقول على الله بغير علم كيف التأويل يطلق على ثلاثة معاني التأويل يطلق على إرادة حقيقة الشيء المخبر عنه وهذا الغالب في القرآن يوم يأتي يوم يأتي تأويله بمعنى يوم يقع يوم القيام فإذا معرفة حقيقة الشيء وإدراك حقيقة الشيء المخبر عنه في القرآن ما يعلمه إلا الله إلا الله المعنى الثاني للتأويل بمعنى التفسير ويستشهد له بقول النبي صلى الله عليه وسلم داعياً لابن عمه عبد الله بن عباس اللهم علمه التأويل بمعنى التفسير والمعنى الثالث يطلقه علماء الأصول على أن التأويل هو إرادة الشيء غير الظاهر من النص لوجود دليل الظاهر في النص المراد كذا نقول ليس هذا المراد المراد كذا لوجود دليل يدل على أن الثاني هو المراد وليس ما دل عليه ظاهر النص هذه ثلاثة معاني لكن غالب استخدام هذه الكلمة في القرآن المراد منها الأول وهو إرادة حقيقة الشيء فيقول الله عز وجل فيتبعون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة عرفنا ضابطها وابتغاء تأويله أن يتكلفون الوصول إلى ذلك المراد على سبيل المثال ما ذكر الله عز وجل عن أسمائه الحسنى وصفاته العلاء فالآية المحكمة ليس كمثله شيء جل جلاله فهذه الأسماء والصفات ليس كمثله شيء بمعنى أن الإسم والصفة من صفات الله عز وجل من حيث المعنى لغة هي معلومة عند الناس لكن من حيث الكيف ما يعلم ذلك إلا الله جل جلاله فهنا المحكم أن الإنسان يؤمن بأن لهذه الأسماء والصفات معاني وأما كيفياتها فالبشر لا يطيقون إدراك ذلك فلذلك كان الجواب فيما ذكره الإمام مالك عندما سئل عن الاستواء على العرش الرحمن على العرش استوى ماذا كان جوابه قال الاستواء معلوم ما معنى الاستواء معلوم كلمة استوى في لغة العرب معلومة وليست هي كلمة ليست لها معنى الاستواء معلوم الكيف مجهول لماذا لأنه ليس كمثله شيء وكل شيء تخيلت أن الله عز وجل عليه فاعلم أن الله على خلافه في ذاته جل جلال فقال الاستواء معلوم الكيف مجهول الإيمان به واجب السؤال عنه بدعة فلذلك هنا ابتغاء تأويله فما جعل الله عز وجل علمه إليه فما هو المطلوب منا أن نعلن إيمان نا به وهل لهذا الإيمان حكمة إذا كان المعنى لا نستطيع أن نصل إلى حقيقة الجواب نعم وليست حكمة بل حكم ومن أعظمها وأولها اختبار صدق إيمان الإنسان بالتسليم لخبر السماء فإن الله عز وجل جعل هناك كلمات منها المحكم ما يعلم الإنسان المراد منه وهناك ما أخفى الله عز وجل المراد وأول حكمة ما هي قضية الإيمان بالتسليم لله سبحانه وتعالى ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قال الله وما يعلم تأويله إلا الله أي هذه المتشابهات ما يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب إذن وما يعلم تأويله إلا الله وهنا على الصحيح وهو قول الجمهور أنه وما يعلم تأويله إلا الله يكون هنا وقوف بمعنى أن تأويل هذه المتشابهات علمه إلى الله لا إلى غيره وهناك قول ثاني أي أن العلم بها أيضا حاصل للراسخين في العلم والقول الأول هو الأرجح وهو قول الجمهور ومن أجمل ما ذكر في الدلالة على هذا القول أنه باستقراء القرآن أن ما الأمر الذي حدث فيه خلاف فحصره الله في نفسه فإنه لا يكون لغيره لا يكون لغيره وما يعلم تأويله إلا الله أي أن غيره لا يعلم تأويله والراسخون في العلم يقولون يقولون آمنا به تميزوا عن غيرهم أنه لم يكن لهذا الأمر أدنى شبهة في نفوسه وأدركوا الحكمة من هذا الإيراد أدركوا الحكمة من هذا الإيراد فلذلك مباشرة عندما سمعوا ذلك أمام كل مورد من المتشابهات فكان هذا موقفهم قالوا آمنا به كل من عند ربنا المحكم والمتشابه كل من عند ربنا وما يذكر أي ما ينتفع بهذا الدرس العظيم إلا أولو الألباب أصحاب العقول السليم هم الذين ينتفعون بهذا الدرس وهم الذين لا تؤثر فيهم تلك الشبهات التي يسلكها أهل الزيق في إثارة المتشابهات في إثارة المتشابهات إذا أدركنا أيها الإخوة هذا المعنى الإجمالي للآية فهنا يأتي السؤال بعد هذا العرض في هذا الدرس الثالث ونحن نعرض لمعاني هذه الآية مما ذكره العلماء واقع الذي نعيش وأحوال الناس في هذا الزمان وما تيسر لهم من أمر الاتصال على طريقة لم تكن معهودة قبل وما تمكن أيضا للناس من اختصار التاريخ واستحضار ما أنتجه البشر وأن يصل إليه الإنسان على أسرع وقت وأن يتفاعل معه وأن ينقل تفاعله مباشرة للناس مما أوجد هذا التشويش على أذهان كثير من البشر وتلك الدعوة التي يدعيها كل واحد من هؤلاء بأنه يحمل للناس منهج إصلاح ويعرض ما عنده على الناس في كل باب وفي كل ميدان وبكل مشرب يشرب هذا هذا الأمر والواقع على هذه الصورة يجعلنا أعظم من يستفيد من هذا الدرس القرآن ويجعلنا ندرك أن أحوج ما نحتاج إليه في يومنا هذا أننا نربي أنفسنا على المحكمات وأن نطمئن على أن أعظم بناء لهذه الأنفس والعقول بني على هذه المحكمات وأن خطابنا للناس ينبغي أن يكون أساسه وأصله وعامته يدور على المحكمات وأن لا نعرض الدين من بوابة الخلاف والنزاع وإنما يُعرض من بوابة المحكمات ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما وهو من دعي له بهذه الميزة في فهم في تفسير آيات القرآن عندما سُئل عن المحكمات ما هي قال الثلاث الآيات من سورة المائدة من سورة الأعراف تلك الآيات التي تكلمت عن قضية التوحيد وعبادة الله وعدم الإشراك به وعن قضية بر الوالدين وعن قضية عدم الفسد والأمر بالعفة وعدم الزنا وتكلمت عن قضية الوفاء بالعهد وعدم الغدر وتكلمت عن قضية الأخلاق الحسنة وأعظمها العدل وتكلمت عن قضية عدم الإشراك بالله جل جلاله وتلك المحكمات التي ذكرت جاء بها جميع الأنبياء جميع الأنبياء فهذه المحكمات في دين الله عز وجل هي مما ينبغي أن نبني عليها ديننا وأن نفهم الدين من خلال المحكمات فالله عز وجل أمرنا بعبادته وحده محكم الله عز وجل أمرنا أن لا نشرك معه غيره محكم الله عز وجل أمرنا بأن نحافظ على أنفسنا وأن لا نقتلها ولا نزهق النفس التي حرمها الله إلا بالحق محكم الله عز وجل أمرنا أن نحافظ على عقولنا فلا نذهبها بشرب الخمر أو غيره محكم الله عز وجل أمرنا أن نبر آباءنا محكم الله عز وجل أمرنا بالأخلاق الحسنة محكم الله عز وجل نهانا عن سيء الأخلاق محكم إذن هذه المحكمات علينا أن نفهم أن الدين إنما يقوم على هذه المحكمات وليس الدين يقوم على تلك المتشابهات وعلى الأمور التي تحتمل المعاني المتعددة بل الدين يقوم على تلك المحكمات الواضحة البينة التي لا تحتمل إلا المعنى الواحد وأن هذا هو الأغلب فإذا أدركنا هذا الأمر إذن يكون بناؤنا لأنفسنا على المحكمات دعوتنا للناس وتربيتنا لأولادنا ومن تحت ولايتنا على المحكمات الرد على أهل الزير بالمحكمات وإرجاعهم إلى المحكمات وقد يقول إنسان أين أجد ما يعلمني ذلك تجده في كتاب الله أما الرد على أهل الزير فإنك تجد ذلك أوضح ما يكون وأوسع ما يكون في قصص الأنبياء وهم يجادلون أقوامهم فانظر وتأمل في مجادلة الخليل إبراهيم للملك الظالم ولقومه ومجادلة موسى لفرعون وقومه وهكذا قصص الأنبياء في قصة هود ويونس وصالح فإنك تجد كيف كانوا يردون الأمور المتشابهات إلى الأمور المحكمات وكيف ينهون تلك الشبه بإرجاع الناس إلى الأمر المحكم وكان أعظم المحكمات قضية الأمر بعبادة الله عز وجل وحده فإذن هذا مكان إذا قرأناه نتعلم منه كيف نرجع الأمور المتشابهة إلى الأمر المحكم ونتعلم من طريقة الأنبياء ونرى في تلك الآيات الواضحات البينات كيف كان الجدال والحوار وكيف حاور الأنبياء وجادل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أممه وكيف أبطل تلك الشبه التي أثاروها فإذن هذه قضية في غاية الأهمية أننا ندرك قوة الحاجة الملحة على أن نتعلم المحكمات وأن تلك المحكمات هي ليست للعلماء فقط أبدا وإنما هي للجميع للجميع لأن الدين إنما يتحقق بقيام الجميع به العالم والعام وليس الدين يتحقق في واقع الناس بفعل العالم وإنما يكون العالم في ذلك قد يكون له من الحقوق والمسؤوليات ما يتناسب مع زيادة علمه لكن تلك المحكمات هي تكليف لكل الأمة والدين لا يقوم إلا بهذه الكيفية ذلك لما كان المحكمات تحفظ الضروريات الخمس وأولها حفظ الدين فهل الأمر بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة تكليف للعالم دون العام ولما كان حفظ الدين يكون بأداء شعائر الصلوات الخمس فهل هذا تكليف للعالم دون العام ولما كان الدين يقوم في حفظ العقل بأن لا يتلف هذا العقل بشرب المسكرات فهل هذا تكليف للعالم دون العام ولما كان حفظ هذا الدين بالحفاظ على الأنفس بألا تزهق هذه النفس بالظلم والعدوان فهل هو تكليف للعالم دون العام ولما كان حفظ العرض بعدم التعدي على الأعراض بالزنى وفتح الباب لهذا الجرم العظيم هل هذا تكليف للعالم دون العام أو هو تكليف للجميع إذن إذا أدركنا أن هذه المحكمات تحفظ بها هذه الضروريات الخمس التي نزلت الشريعة وشرائع السماء نزلت للحفاظ على هذه الضروريات بهذه بهذه المحكمات إذن هو تكليف للجميع إذن لا بد أن يتعلمها الجميع لا بد أن يتعلمها الجميع ولا بد أن يعمل بها الجميع وإلا ما يكون دين الله عز وجل تحقق في حياة الناس فإذا أدركنا إذن نبحث عن هذه المحكمات ونتعلم هذه المحكمات ونعلم أنه هو التكليف الذي كلفنا الله عز وجل به وهو الذي نطيقه كلنا لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها يريد الله بكم اليسر يريد بنا اليسر ولا يريد بكم العسر وهذه المحكمات أول يسر فيها يسر التعلم ويسر الفهم لها ومعرفة المراد وهذا أعظم شيء في اليسر أنك تفهم ماذا يريد الله عز وجل من هذا الأمر وهذا أمر مرتبط بالمحكمات ولذلك مما عرفنا من تعريف المحكمات أنه الأمر الذي لا يحتاج إلى بيان فيعرفه كل من يخاطب به أن يفهم اللسان العربي فيسمع الآية فيفهم مراد الله وبالوالدين إحسانا هل هل أحد يأتي ويشتم والديه ويقول الإحسان يحتمل هذا المعنى ما يمكن ما يمكن واضح فلذلك لما كانت المحكمات بهذا اليسر فلذلك هي تكليف الجميع ثم ننظر هذا الدين أنزله الله عز وجل لفئة خاصة أو للبشر للبشر والبشر يتفاوتون في مقدرتهم وإدراك عقولهم يتفاوتون تفاوتا كبيرا فناسب أن يكون أصل الدين هو ماذا هو ما يطيقه الجميع لا ما يطيقه الخاصة وأن الأصل في الدين هو هذا الأمر والأعظم في الدين هو هذا الأمر الذي يطيقه الجميع فهما وتطبيقا وعملا هذا دين الله وهذه شريعة الله شريعة اليسر الملة الحنيفية السمحة التي يسرها الله عز وجل للعباد فلذلك إذا فهمنا هذا فلنبحث ونتعلم هذه المحكمات في دين الله عز وجل ولا تشغلنا ولا تشغلنا المتشابهات ولذلك عندما تلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية كما جاء من حديث عائشة في الصحيحين تقول تلى رسول الله سلم هذه الآية ثم قال إذا رأيتم الرجل إذا رأيتم الرجل يعرض المتشابهات فاعلموا أنه هو ممن عني في هذه الآية فاحذروه إذا رأيت حديث الرجل لا يدور إلا على المتشابهات ولا يتكلم عن المحكمات ولا يعرض للناس المحكمات تقول فعلا يقول فاعلم أنه هو من من عناه الله عز وجل فاحذر من هذا الإنسان وتنبه منه إن كنت صاحب علم فرده إلى المحكمات وإن لم تكن كذلك فاحذر أن تجالسه فإنك لا تأمن على نفسك أن يفتنك وأن يدخلك في الفتنة أن يدخلك في الفتنة لذلك كان كثير من السلف إذا رأوا من يفعل ذلك ما يرضون أن يجادلوا كما جاء الحسن رجل يجادله فقال يعني والحسن يعرض عنه فقال له ولو كلم يعني قل جملة واحدة قال ولا نصف كلم ولا نصف كلم ليس لهم إلا أن إما أن يرجع إلى المحكمات أو لا يستجاب له فهذا المنهج الذي سار عليه السلف في التعامل مع من يسلكون هذا الطريق ويسلكون طريق الزيق في المتشابهات كان ذاك التأديب لأهل البدع فلذلك إذن القضية أن الوقوف مع المحكمات والحذر إذا جاءت المتشابهات أرجعناها على المحكمات فتبين الأمر نصارى نجران لو رجعوا إلى المحكمات ما هي المحكمات في قضيتهم الله أخبر أن عيسى عبده وأنه خلقه كما خلق آدم من تراب ربط بين خلقته وخلقة آدم لكن ماذا أنه مخلوق فكونهم يغفلون عن هذا المحكم ويتمسكون بذلك المتشابه أنه روح الله وكلمته وأنه روح القدس فيتمسكون بالمتشابه ويتركون المحكم إذن هذا هو الزيل هذا هو الزيل وإن كانهم أدركوا هذا أدركوا هذا الأمر كما تبين لنا في ذكر سبب النزول لكن هذا موطن مشكلتهم اعتمدوا على المتشابه وتركوا المحكم فلذلك ندرك هذه القضية لأهميتها وخطورتها و إلحاح الحاجة إلى هذا المنهج في زمننا وأصبح كل إنسان في شرق الأرض وغربها يلقي ما عنده من الشبهة وفي لحظة تصل إلى فئام كثيرة من الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن هذا الأمر قال يكذب الرجل الكذبة فتبلغ الآفاق تبلغ الآفاق في نفس اللحظة فلما كان الأمر بهذه الصورة وكل يدعي أنه يصلح وأنه يسعى في إصلاح الناس فما الذي يضمن هذه الأنفس ألا تتأثر وهو أن ندرك المنهج وأن ندرك الطريقة الربانية في علاج هذه المشكلة فمن أراد أن يكون سالكا لطريق الحق ومتبعا لمنهج الحق وداخل في طريقة العلماء في التعامل هو أنه يعتمد على المحكم إذا جاء المتشابه قال آمنا كل من عند ربنا ورد المتشابه إلى المحكم إن علم ذلك فالحمد لله ما علم كيف يرده ذهب إلى العالم الرباني الذي يعتمد على الوحي وعلمه كيف يرد ذاك المتشابه إلى المحكم وانتهى الأمر ويكون الأصل تربية أنفسنا على المحكم إذن هذه الآية الكريمة العظيمة التي ما يأتي بعدها هو بعد ذلك بيان لهذه الطريقة الربانية على وجه التفصيل هنا حل لهذه المشكلة على ماذا على وجه الإجمال ويأتي بعد ذلك علاج هذه الإشكالية على وجه التفصيل ومشكلة البشر كلهم في أمرين عولجت هنا الأول في قضية الإشراك بالله وما يقابله الصواب عبادة الله والإشكال الثاني ما هو التفريق بين الله ورسله التفريق بين الله ورسله وحلها عدم التفريق الإيمان بجميع الأنبياء والرسل فأول الأنبياء آدم وآخرهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم منهم من ذكر الله عز وجل لن اسمه في القرآن ومنهم من لم يذكر الإيمان بهم كلهم صلوات الله وسلامه عليهم وأن من المحكمات أن رسالة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هي للعالمين وأن الله عز وجل ختم بها جميع الرسالات ختم بها جميع الرسالات فهذا أيضا من المحكمات الذي أيضا يكون علاجا الذي يكون علاجا لما يطرح من الشبهات والمتشابهات في هذا الأمر ونسأل الله عز وجل البصيرة في الدين ونسأله سبحانه وتعالى الهدى في القول والعمل والاعتقاد وأن يختم لنا بالصالحات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين